السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقتكم السادسة من برنامجكم شرشحني هذا الموسم الثالث اخترنا لكم اليوم موضوع تصوير الستيسكيب او المدن والمباني معاكم اخوكم ماجد سلطان زعان اليوم ان شاء الله رح نبدأ على طول حالي احنا في بنتها قاعد نشرشح هذه الصور وننتقدها بحيث ان نخليها افضل من نظرتي انا دايما اقولكم هذا راي الشخصي راح ندخل حين على طول على الصور اول صورة من الكويت من عبدالله الدواس مشكور يا عبدالله على المشاركة الحلوة الصورة حق المدينة وايد حلوة دايما اقول لك بعد ما تصورت صورة شوف الصورة هل تحتاج ان ارفع الكاميرا ان نزل الكاميرا لاحظ مع بعض ان المساحة هذه فيها مكان يعني زيادة يمكن انا ما احتاجه مرة ثانية اوكي المساحة هذي اشوف فيها مكان انا ما احتاجه وبنفس الوقت هالمكان هذا قاعد نشوف انه مقصوص فانا يفضل اني ارفع الكاميرا اكثر دايما عساسي اذا حتى بعدل الانحناءات اللي في المكان اقدر اعدلها ثاني شيء ممكن استخدم فلتر مدرج او اني بالفوتوشوب او باللايتروم اقدر اضيف كنتراست على الصورة فاللي انا اقترح ان نقلل هالمساحة هذي منقص الشارع يصير قايدلاين حلو ونعطي مساحة فوق اكثر تسلمي العبود على المشاركة الحلوة صورة ثانية نفس الشيء دايما نقعد اقول لكم حطوا مساحة مرتاحة حق المواضيع خاصة المباني فاول شيء بالصورة الشغلات الحلوة فيها اللي هي التعريض وايد حلو اللي هي قراءة حق اضاءة الصورة ممتازة جدا التثليث هم ممتاز بس مثل ما قلت لكم اللي ملاحظة انه ما فيه هني موضوع معين والسماء فيها تفاصيل فدايما حاول انك تشوف الصورة مرة مرتين لا اوكي راح احط ثلثة حق البحر لانه ما فيه مواضيع وايد راح اعطي ثلثة زيادة حق السماء لانه فيها غيوم فراح تكون الصورة هني افضل واحلة صورة الثالثة من نوافل خشاب اتذكر صورك موت الماكرو مشكور عليهم وايد حلوين صورة فيها سلو شتر ممتاز هذا عجبني وايد بالصورة بداية الصورة مقدمة انك تستخدم سلو شتر موضوعك هني حلو عندك نفس الشي هني الخط هذا مع الجسر مع الموضوع هني فيه صيادين هني وايد عطاني انسيابية حلوة حق الصورة الجو والغيوم ممتازين ان كان فيه اقتراح ممكن ان تضيف مثل الالوان على الصورة ككلر عساس تأكس الوان السماء فانا ضبت فوتو فلتر لون معين ازرق برتغالي اللي تفضله بس كإضافة حق الصورة فيهني معلم ممكن انت يعني تحاول انك تبرز هالمعلم اذا كان مهم او تخفي اذا ما كان مهم فهذا معلم بارز بالكويت تسلم يدك يا نوافل دايما نقولكم اختاروا الوقت الصحيح حق التصوير بس مرة انت ما تقدر انت رايح مكان لو تشوفون هني الحلو بالصورة التكرار هذا وايد حلو بعدين كاسر التكرار في احد الشغلات الموجودة في الكويت مثلا ومعلم المعالم الحلوة فيصير حلو غالبا خل عندك شغلة اسمها الارقام الفردية وايد توزن الصورة بشكل حلو لو تلاحظون هني اربع انخلات بعدين الشيء الاساسي بالصورة صار اخر الصورة انا اقترح ان الشيء الاساسي بالصورة هذا فردي يكون هنا بحيث ان واحد اثنين ثلاثة بعدين يكون موضوعك بحيث ان يكون وزن حتى لما توزنها على قاعدة الثلث راح تلقى نفس الشيء الاخطوط هذه المربعة راح يكون المكان الاساسي بالصورة فممكن تصير الصورة احلى بها الطريقة او انك بعد تصور بوقت تكون في الاضاءة افضل صورة حلوة الغروب بايد حلو بس انا راح اشيل الافكت هذا اساس نشوف الصورة طريقة افضل بتلاحظون هني في شيء اسمه ديستورشن اللي هو من العدسة ممكن اروح حق الفلتر واروح حق اللينس كوركشن بعدين اروح حق مانيول وعدل الانحناء اللي موجود بالصورة حيث ان انا اخلي المنارة تكون سيدة في شيء اسمه سكيل ممكن انا صغره اذا كانت الصورة مشدودة بها الطريقة فراح تكون الصورة افضل دايما نشوف الميلان في الصورة او الديستورشن اللي هو من العدسة مثل ما قلت لكم هني وايد صورة توصلنا قاعدة تصير بالليل كلش ضلمة فما تعطينا ديك الالوان الحلوة والاضاءات اللي على المباني تصير قوية فالوقت هذا حلو ممتاز عق تصويره احلى بعد يصير بلو اور لو تلاحظون هني كل شيء مرتاح بالصورة كمعلم وكمعلمين هناك صيرين توازن حلو حبيت اعرض الصورة وايد حلوة صراحة حتى القراءة مالتها ممتازة جدا تسلم ايدك على تصويرها ممكن مثل ما قلت لكم بصير اللون هذا بعد الغروب بصير وايد احلى اللون صورة بعدها استخدامك حق السلو شتر انك تاخذ خطوط السيارات ممتاز جدا هذه الخطوط وايد حلوة ثاني شغلة اللي هي الستار افكت وايد ممتاز معلم اللي هو الجسر ممتاز جدا ما اعطيت مساحة كبيرة حق السماء اهم اشوف انا اختيار موفق كاضافة حق الصورة مو قاعد اشوف انه في شيء مثلا ممكن يقويها اكثر سوى انه اذا كان في مجال انه يكون مو بالليل بالليل بعد المغرب مباشرة صورة وايد حلوة في عندكم الانعكاس الانعكاس اذا تريد انعكاس مثل السجادة علاقاتهم يصير الالوان كلها ساحب بالماء تستخدم شتر سبيد من خمس ثواني وفوق هنا يعطيك اللي هو الانعكاس رفلكشن وايد حلو وناعم جدا بس اذا انت تابع الانعكاس يكون في حركة تستخدم شتر سبيد ثانيتين او ثانية رح يعطيك التأثير هذا شوفوا هنا هذا تقريبا يعتبر احسن وقت اللي توه كان الظلمة هذا احسن وقت يعتبر حق التصوير دايما نشيك على اذا كان في ميلان ولا لا في الصورة المصطرة في ميلان بسيط جدا عدلنا هالميلان وخلصنا من تعديلها الصورة اعجبتني ان فيها اقصام يعني وايد حلوة هني قسم في الوان انعكاس هني قسم في المبنى هني قسم صافي وفارضي نفس الشي صورة وايد حلوة صراحة الوقت ممتاز جدا القمر اهني شوي يعني اذاني انعكاس القمر بس ان الصورة كالوان وكتعريض ممتازة جدا والوانها وايد حلوة والشارف نسمالها وايد حلو حبيت عرضها كذلك من تصوير حلقاتنا اليوم دايما ركز على الميلان لا يكون هناك ميلان بالصورة هناك ميلان على قوتم محمود هناك ميلان مذموم هذا يؤثر على الصورة اذا كانت بها الطريقة معلم واضح ممكن انت على طول تروح حق الكروب وتاخذ المصطرة او باللايترون في زر واحد يعدلك الميلان راح اختاران هالمنارة هذي حبه على قلاتهم صارت حين عندي المنارة او المعلم فاضي مو فاضي عفوا نكون سيدة ممتاز السماء وايد حلوة اذا بقصت شي من الصورة راح اقص العمود هذا شوي مؤديني بهالطريقة اشوف الصورة وايد حلوة فيها قسم اول فيها هنا نافورة فيها المنارة فيها السماء وايد وايد حلوة تسلم ايدك على الصورة صورة دايما اشوفها تفوز الى الان تفوز في المسابقات العالمية نفس الصورة تقريبا قريبا منها وممكن بعد القسم هذا من الصورة يكون واضح اكثر الصورة اللي فيها نعكاس دايما تكون حلوة الصورة اللي فيها تكرار فدايما لما اروح المكان مع اني انا ما اخذ نفس الصورة ارجع اخذها لان فيها وايد امور حلوة خصوصا حتى مرات تفائل الناس مع الموضوع الاماكن اللي برا ما عندي ذلك الملاحظة على الصورة بس انها يمكن الصورة تكون مكررة احاول اخذ زوايا ثانية وتسلم ايدك على المشاركة به الصورة دايما الصور بعضها فيها سيمترك اللي هو يكون تكرار ممكن تصير هذه احلى اجرب مثلا احولها بلاك ان وايد كصورة انا وايد وايد عجبتني صراحة ممكن اروح حق اماكن معينة اغمجها افتح اماكن معينة مع اساس يعطيني كنتراست بين الصورة الصورة وايد حلوة ممكن نشوفه الوان بدون الوان بنفس جاني صراحة وايد عاجبني فصورة مثل هذه ما عندي عليها وايد ملاحظات سواء انها هي صورة حلوة نفس الطريقة دايما نشوف الاماكن اللي فيها سيمترك او تكرار ممكن نطلع منها صورة حلوة بس هنا تحسون شوي انها فيها شوي ميلان لي داخل مو نفس اللي توا كانت مسنترا بالضبط لا فيها شوي ميلان احاول اني اضبط حيث ان تكون مكررة عندي كاملة او اني ممكن نفس الصورة هذي اقصها بطريقة الحلزون او سبايدر افتون مو السبايدر يسمونها طريقة الحلزون اللي هي السبايرل فانا الحين راح اخذ جزء معين من الصورة واقصها بهالطريقة طبعا الصورة لو تكون كبيرة راح تكون وايد احسن لي بس انا راح اقصها للموجودة الحين بهالطريقة اذا كنت باخذ جزء من الصورة بس اذا شفت انه لا والله السمترك حلو اخلي عليه اخذ صورة تشده واخذ صورة بهالطريقة هذي تسلم الايادة على المشاركة مثل ما قلت لكم وايد اضرب المثل هذا برج خليفة مليون واحد صور البرج احاول صوره بجو معين قليل العين شافته فهذه من الصور حبيت اعرضها وايد حلوة البرج مبين فيه ضباب وفيه لون مدرج حق الشروق او الغروب ممتاز جدا فهني الصور اللي تبدأ تفرق صورة ثانية نفس الشي يمصور الظلمة البرج خليفة فهني هم يعطيك نظرة ثانية حق الموضوع ما يكون متكرر فحبيت اعرض الصورتين هذي له من باب التنويع تسلمون اللي شاركتوا فيهم نفس الشي فتلاحظون هني اللي عجبني في الصورة هذي الاقواس الموجودة لاحظوا شون صايرة في عندي موضوع هني كاسور الصورة وفي عندي اضاءة وايد حلو الموضوع انه هني هم كامل مو ناقص منه شي تحويلك ابيض واسود جدا حلو ممكن اذا كان فيه شخص قاعد يمشي هم رح يكسر الصورة صورة من المسجد الكبير نفس الفكرة اللي توه بس هني انا قاعد اقول في عندك مساحة هني زيادة هين تقدر تاخذ شوية بس شي بس بس وهني تكمل فيها القوس فراح تكون صورتك هذي وايد احلى رح اختم بالصورة هذي اعجبتني وايد صراحة فكرة المصور انه نطر وقت معين حق الشمس جدا ممتازة بس اني رح يمكن اقص من هالناحية هذي هالطريقة اساس اني ااخذ مثل قاعدة الثلث بتكون الصورة وايد اجمل تستميدك من الصور الجميلة جدا اللي وصلتنا سامحونا في كم صورة معرضناهم خلكم معانا لازلنا معاكم في موضوع تصوير المعمار والمدينة رح نتكلم اليوم عن عدستين احنا الحين في اي اي بي وورد بعد ما تدخل الموقع تقدر تبحث عن اي منتج تبيه سواء تكتب اسمه او رغمه واضيف هالمنتج الى سلة التسوق اكتب بياناتك اختار طريقة الشحن واختار طريقة الدفع سواء من جهازك الكمبيوتر او من اجهزتك الذكية الحلقة السابقة ذكرنا لكم اي واحد يسأل اي واحد يسأل يقول لي كاميرا فلانية تدخل على سناب صوت رح تعرف الفرق بين الكاميرتين نفس الشي بالنسبة للعدسات اليوم رح نتكلم عن عدستين مقدمين من اي اي بي وورد العدسة الاولى السيجما المشهورة 10-20 ما اخذ جواز كثيرة كذلك العدسة الثانية الهدعش 16 2.8 اذا بتقارن او محتار بين اي عدستين نفس الطريقة تدخل الى جوجل تكتب اسم العدسة اسم العدسة الثانية رح يفتح لك موقع اسمه Lens Hero هذا من افضل مواقع اللي يقارن بين عدستين معينتين ويقول لك الاسعار ويقول لك شنو النقاط الضعف فيهم وشنو النقاط القوة ومنو افضل من هذه العدسات خلونا ندخل الموقع ونشوف العدستين اللي اخترناهم اليوم طبعا اول ما تدخل على الموقع رح تلقى compare اول ما تضغط عليها من تكتب اسم العدسة رح يكمل لكو اي عدسة بي اغلب العدسات موجودة ورح تشوف اسعارهم بعد ما يحط لك العدستين رح يقول لك الحين رح يقارن لك نقاط القوة اثنيناتهم عدستين فيهم constant aperture lens يعني فتحت العدسة لما انت تحرك الزوم ما رح تتغير فتحت العدسة في بعض العدسات اذا خليت هذه تعتبر عدسة زوم لان فيها رغمين فاذا دخلت على الست عشر بعض العدسات تصير من 2.8 تصير 3.5 مثلا فميزة بالعدسات انها تكون يعني فتحت العدسة لا تتغير لمن تعمل زوم طبعا الميزة هذه موجودة في الكاميرتين فتحت العدسة ثابتة الثاني شغلة اللي هي كوائد انجل او كعدسة عريضة تعتبر ممتازة جدا اثنيناتهم حق العدستين فيعتبرون عدسات زوم يعني شنو زوم يعني فيها رغمين اي عدسة احنا نسميها زوم ينهي تكون تقرب اللي تقرب بالانجليزي يعني تيلي فوتو يسمونها او تيلي فكشي يضعف العدسة انها ما هي تيلي فوتو انها ما هي مثلا مثل الثمانتعش ميتين للميتين انت عندك تيلي قاعد تقرب بس هذي يسمونها عدسة زوم فيها رغمين الهدعش الستعاش ما تعتبر تيلي فوتو انها تقرب فيفضل ان لو يكون فيها تيلي عساس انك تقرب على اعجبك جزء من المبنى تبي تاخد بس النوافذ او تبي تاخد خط معين الحلو فيه مثل ما قلت لكم فتحة عدسة ثابتة يعتبرون عدسات حق الوايد انجل ممتازين جدا حق الكروب سنسر يمكن العدسات دايما الزوم اللي فيها رغمين الشارنس وسرعة الفوكس ما تكون مثل العدسات البراين سنكمل بعض الاعدادات اللي فيها او بعض الخصائص اللي فيها طبعا السعر تقريبا اقراب من بعض يركبون حق النكون ويركبون حق الكنون كذلك ميزة حلوة فيهم انك تقدر تركب عليهم الفلاتر سيستم الفلاتر يتكلمنا عنه مثل الهوية ولا الهاي تك تقدر على طول تركب عليهم حجم الفلتر هني سايز 82 حق العشرة 20 اما التوكينة مثل ما قلت لكم اذا تريد تعرف حجم الفلتر على طول تقلب الكفر وتعرف انه 77 بالنهاية هذول العدستين مثل ما قلت لكم تقدروا استخدوهم حق تصوير لاندسكيب وتصوير معماري حلو انك بالتصوير معماري انك تتغير مو على طول بس انك تصور مثلا برج معين ولا معلم معين حاول تدخل اليوم راح نتكلم شوي زيادة عن اللي هو الفاين ارت او بلاك ان وايت اركتكتر فوتوغرافي في وايد فنانين بس مختصين في هذا النوع من التصوير حتى مثل ما قلت لكم مرات اذا بتصور مباني تاخذ لك زوايا مختلفة مو الزايا العادية خلاص وتاخذها ولا تاخذ زوم على الجزء معين اخذ زوايا نازلة اخذ زوايا منخفضة عدسات الوايد انجل راح تعطيك برسبكتيف او راح تعطيك مثل يعني التوجيه حق عين المشاهد ممكن تستخدمها غالبا اذا انا بصور بالاركتكتر استخدم استاند يفضل طبعا اذا بتاخذ زوايا نازلة مثلا تكون العدسة الي فوق ما اتعب نفسي وانزل اطالع لفيوفايندر استخدم مثل الكاميرانجر مثلا اوصله واقدر اشوف شغله بالتلفون احرك الكاميرا واشوف الزاوية اللي انا ماخذها دايما احاول ان ااخذ زاوية مختلفة راح تشوفون عندنا بعض التلميحات اللي راح ناخذها من احد المصوري العالميين راح تشوفون طريقته بالتصوير جدا مختلفة حق الاركتكتر غالبا كقراءة انت قاعد تاخذ موضوع ودك الموضوع يكون كله واضح غالبا يكون فيه فريمات يكون فيه خطوط فينصح فيه اللي هما الثمانية فتحت العدسة 11 16 22 بحيث ان يكون المشهد كله واضح ويكون الفوكل لينكث او عمق الميدان كله متساوي تقريبا هذا اللي حبيت اتكلم عن العدستين ما فيهم مثبت اهتزاز مثل ما قلت لكم تقدرون تستخدمون استاند افضل استاند على وجه الارض يقول سكوت كلبي له القدسو بعدين فيه استاندات مثل البنرو باقي الماركات شنب يقول المصور جو المدري شسم ابو هذا من المصورين مبدعين جدا اللي انا بتابعهم صراحة يقول اذا بتطلع صورة وايد حلوة ثلث حق الصورة حق الزاوية وثلث ثاني حق الاعدادات اللي انت تاخذها اما الثلث الثالث حق البوست بروسيسنج اللي هو تعديل الصورة لاحظوا اكثر من مرة قلنا لازم تتعلم التعديل اساس تصير صورك افضل الثاني شغلة يقولها من النصايح وقته يقول ما يسمح انه يطلع ويتمشى ويصور فقبل لا يروح المكان عارف الزاوية اللي بياخذها عارف وين رح يوقف الكاميرا وشن اللغطة من خلال ثلاث اشياء اول شغلة اللي هي الجوجل مابس ثاني شغلة جوجل ايرث ثالث شغلة الصور اللي تصورت حول هذا المكان يحاول انه ياخذ رؤية كاملة عن الموضوع شنه راح يصور اما نصيحته الثالثة دايما ينصح بتصوير الرو يستخدم طبعا برنامج الفوتوشوب وفلاتر مثل فلاتر التوباز والنك سوفتوير دايما ينصح فيهم هذا المصور الف مبروك الفائز معانا بفاوتشر بقيمة 100 دينار من اي اي بي وورد ونبارك كذلك الفائز الثاني معانا بفاوتشر ثاني خمسين دينار مقدم من شركة بنتا عبارة عن طباعة صورة من اختيار هذا الفائز سؤالنا يقول تكلمنا عن عدسة فتحة العدسة فيها 2.8 ماذا كانت هذه العدسة؟ سيغمو لا توكينة تكتبون اسم العدسة تحت فيه تعليقات او فيه تحت الفيديو هذا تكتبون بالتعليقات تبتزيد نسبة فوزك في المسابقة تكتب الإجابة مرة ثانية تحت اكاونت اي اي بي وورد او اكاونت ماجد فوتوز مشكورين ان شاء الله تكون هذه الحلقة حازت على رضاكم لا تنسون تسولنا لايك سبسكرايب تنشرون هذه الحلقة عشان يستفيد منها غيركم شوكم على خير اشتركوا في القناة